اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة لانه ليس مادة انت لما بتبقى نايم انت بتبقى نايم جوه قوضة صح مقفل عليك الباب والشباك وفوقك سقف نفسك بتجي تطلع ما تعرفش بتنفذ من اي حاجة ما هي المنطقة الوحيدة التي لا يجرؤ الشيطان على الاقتراب منها للنفس انت فين يا باشا انت فين انت جوه جسمك ولا غر جسمك انت كنفس ايه ده هو انا اللي هي مكان انا جسمي لا انت مش جسمك جسمك لا يمثلك بدلينك هتسيبه وتمشي انت نفسك هتسيبه وتطلع اذا هو مجرد مركب او مركبة انت فين احنا فين اه النفس بتاعتنا موجودة فين هل موجودة في الراس مثلا في الصدر في الرجلين في كل حتة فيه يعني لو واحد رجلية قطعت نفسه بازت ايديت قطعت ما عادش بيفكر عاد بقى اهبل النفس موجودة فين فينا وهل موجودة جوه ولا موجودة برا ولا ورا ولا فوق ولا تحت ولا جوه ايه السؤال الغريب ده اه ده اهم سؤال انت فين في كل مكان لا اعمال ده اعمال ده ايه لو انا في كل مكان بقى انا عاد هناك يعود بقى انا هناك وهنا وهنا لا انا ليه مكان انا فين انت فين بص بقى اليك المفاجأة الاولى نحن خارج اجسادنا كل واحد فينا على بعد متر من جسمه ايه ده بقى كده نصلى على النبي ويرجع ورا سنتظهرك واسمع بقى انت مش جوه جسمك والله انت برا جسمك ازاي ربنا سبحانه وتعالى لما اتكلم عن النفس قل ليه احنا احنا النفس الجسم ده مجرد استجابة ليه ربنا سبحانه وتعالى لما اتكلم عن النفس قال ايه قال من بين ايديهم ومن خلفهم شوف كده الايات وجعلنا من بين ايديهم المنطقة دي من بين ايدي ادي ادي ايه انهو من بين ايديهم سدا ومن خلفهم سدا فاخشيناهم فهم ايه ايه ده هو الابصار مرتبط بالمجال ده ولا ايه شوف الايه اللي بعده يعلموا ما بين ايديهم هو اللي بين ايدينا اصلا مش احنا عارفين في سورة في آية الكرسي يعلموا ما بين ايديهم ولا يحطونا بشيء من يا ايه يعلموا ما بين ايديهم وما خلفهم ايه اللي ما بين ايديهم وما خلفهم ما فيش حاجة يا إما اللابتوبة ونشاهله لا في حاجة إيه اللي هنا إيه اللي في المجال ما بين إيدي وبيصب في الخلف نشوف الآية اللي بعدها الشيطان والشيطان عارف إحنا فين الشيطان يعرف إحنا فين عننا شوف الشيطان بقول إيه ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين ما قالش مثلا هدخل في رأسهم صح؟ هخش في قلبهم هو قال إيه هلف فين من بين أيديهم في الحتة دي كده ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم إيه هو إيه اللي في الحتة دي أصل عشان الشيطان يقول أنا هلف في الإطار ده شوف الآية اللي بعدها يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم في آية الكرسي هو إيه اللي بين أيدينا وما خلفهم عشان يعلموا إحنا زرمشي فين حاجة لكن في حاجة ربنا بقول يعلم يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم إذن في حاجة ربنا سبحانه وتعالى نزل فيها آية يعلموا ما بين أيديهم وما خلفهم إيه الحاجة دي شوف الآية اللي بعدها له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله كلمة عن الإنسان الإنسان له معقبات في المنطقة دي منطقة ما بين إيديا كده ومن خلفه ملايكة يعني يحفظونه من أمر الله له معقباتهم من بين يديه ومن خلفه ايه اللي في المجال ايه اللي في المنطقة دي بقى سيادتك نفسك شوف الصورة طبعا دي صورة رسمها مجازية انت نفسك في المنطقة مبين يديك وبتصب في الخلف شاف صورة اللي هناك بتطلع من الصدر نفسك بتنبع من هنا كده النفس بتاعتنا بتنبع من هنا وتنتشر مبين ايديا وتصب في الخلف كأنها عاملة زي فيض كهرومغناطيسي بيلف كده ويرجع يصب ورا يعني له قطبين قطب من بين ايديهم وقطب ايه يا ده معنا ان المستقبل والحاضر فين في المجال اللي بين ايدي المستقبل بين ايدي لكن الماضي بتاعي بقى فين مش بقى مش انتهى ده فين خلاص لا دخل في الدورة اللي فين اللي من خلفه طيب اهو يبقى احنا عندنا قطبين للنفس او مكانين النفس بتنتشر فيهم من بين ايديهم وفين ومن خلفهم طيب ربنا بيقول وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى اذا ضاقت عليهم الارض بما رحبت وضاقت عليهم انفسهم يعني ايه ضاقت عليهم انفسهم كأن نفسه عبارة عن حلقة او مجال حواليه المجال ده ايه قفل عليه صح اذا ان هي بره امتى الحاجة تقفل عليك لما يبقى حلقة حواليه وقفلت عليها بقى هي ضاقت عليها لكن لو هي جواها تقفل عليها ازاي فهو بيقول ضاقت على ضاقت عليهم انفسهم وضاقت عكسي ايه التسعت يعني ده معنا ان النفس ايه بدب undergraduate هيا ممكن تبقى موجودة في مجال متر ممكن تبقى النفس بتاعتي موجودة في ثلاثة متر حواليه من امامي ومن خلفي ثلاثة متر وكل اما النفس تتسع كل اما انت تبقى اكثر واكثر واكثر دي كل اما ايه تيديك تيديك لا غير ما توصل لمنابعها فين بقىييي في الصدر ما هي بتنبق اكتر لقى تغذية النفس السادع وانت فهمهة الوقتي المهم ان النفس كل ما هي بتتسع كل ما هي بتتسع لبره كل ما انت بتبقى منشرح الصدر كل كلما انت بتبقى سعيد. كلما هي بتضيق وبتقفل وبتقفل عليك. كلما انت بتتخنق. طيب ملحوظة احنا كنفس مخلوق سماوي ولا ارضي. احنا جاي من اين? من السماء في المستودع. النفس بتاعتنا لما تموت بتطلع. صح? يعني هي جاي من فوق اصلا. لكن جسمنا جاي من اين? اذا النفس مخلوق ايه? سماوي. علوي. والارض مخلوق ايه? اصلا بالجسم مخلوق ايه? ارضي. طب بالمنطق. مين على مين? السماء على الارض ولا الارض على السماء? السماء محيطة بايه? طب النفس والجسم. نفس المنطق. النفس حولين الجسم. النفس من السماء. والجسم من الارض. زي ما السماء عامل على حولين الارض كده محيط. النفس برضو نفس الفكرة. شفت? يا انت برا. انت مش جوه. اما ايه الجسم ده بقى? الجسم ده هو ارض النفس. هو قعر السماء بتاعتك. فاهم حاجة? يعني السماء المحيطة بالكون ده. قعرها وسنترها هو مين? السماوات والارض? الارض. جسمك ده بقى هو قعر السماوات اللي حوليه. اللي هي النفس يعني. فالنفس ارضها هو جسمك. لكن هي برا. وانا كمان عايز اقول لك ايه? من بعد ان شاء الله ما تطلع من المحاضرة دي. ما عدتش هتركز في الخطر اللي بيمس جسمك. ده انت ان شاء الله. هتعرف الخطر من على بعد تلاتة متر. وهو طاقة. يعني. انا مش هستنى محد يغزيني هنا. عشان احس ان فيه خطر. ده انا. وانا قاعد كده في حالي. على اللابتوب مثلا. حاسس. بالمجال تلاتة متر حواليه. ان فيه طاقة عايزة تختارك وتخش. عايزة تدايقني. مشاعر سلبية عايزة تخش لي. الشيطان عم بيلف. ما انا بحس به. هو ربنا بقول لي ايه? على لسان الشيطان. ثم لقتي انهم من بين ايديهم ومن خلفهم وعن ايمانهم وعن. فانا بحس به. انا مش مستنية اخش جوه. هستخد بالك. الشيطان انت قلت لك نفسك فين? برا. على بعد مثلا متر كده ومتصلة بالجسم. الشيطان بعد يلف. لغيت ما يلاقي ثغرة. وقم داخل. يخش فين بقاها? في منطقة تغذية النفس. في منابع النفس. طبعا النفس منابعها في المنطقة دي كلها كده. يبتنبع كده. انا ما باستخدمش اي مصطلحات ماشي. هم باستخدمها من القرآن اهو. اسقط بقى زي ما انت عايزة. شوفوا بقى القرآن ماشي ازاي? تغذية النفس موجودة في منطقة الصدر. طيب. ركز كده. انت بتعمل ايه اما بتعمل كده? اسمها ايه العملية دي? اسمها لا اسمها كل ايه? تنفس. تنفس ونفس. مش نفس اللي. يا ده معناه ان النفس لها علاقة بايه? بالتنفس صح? اذا النفس مرتبطة بمكان التنفس اللي هو اللي هو ايه? الصدر. طيب. ربنا بقول في صورة الناس ايه? كل اعوذوا برب الناس. كمل كده. ايوا الهي ناس ها? من شر ها? الازي ايه? في اين? الشيطان بواسوس فين? ده معناه. اروبط بقى الايتين. ان الشيطان بيجي ليف على بعد ثلاثة متر حواليه. لغاية ما يشوف المدخل. اول ما انا بسيب له المجال انت لازم تبقى مركز على بعد ثلاثة متر انت بتفكر في ايه? لان الافكار بتجيلك كده. الفكرة بتبقى ماشي على الهوة. يا جماعة المعلومات ماشي على الهوة. الشيطان ماشي على الهوة. الافكار ماشي على الهوة. عاية ما انت فجأة تجي في فلك فكرة كده? انت فكر انها جات من جوه? هي كنت ماشي في الهوة ونفسك لقطتها. حد فيكو بيروح كفي او قهوة بتاعت رجال اعمال. ويبقى هو قاعد بيفكر في القهوة. بتجي له افكار بيزنس جامدة جدا. فيه قهوة معينة هنا في الرباط لما قعدت فيها جات لي افكار الاقتصادية خطيرة. ما جات ليش قبل كده. مش هقولك اسمها. فاستغربت. الافكار اللي جات لي دي اكيد مرتبطة بالمكان اللي انا فيه. لانها ما جات ليش في البيت مثلا. بصيت وسألت القهوة دي مين اللي بقعد فيها. هلولي اغلب رجال الاعمال بيجو هنا. اه. لحظة بقى. رجال الاعمال كل تفكيرهم بيزنس. صح? كل معلوماتهم بيزنس. فاركز بقى. المجال النفس بتاع رجال الاعمال الاثنين متر حواليه بيدور فيه المعلومات. ما هو المعلومات والمشاعر بتاعتك بتدور حوالي كده. بتدور جوب بره. وبتنبع دور بره كده. فالمعلومة بتبقى ماشية في الهوى. انا عايد جنبه. ونفسي لمست نفسه. او مش لمست بقى مست. لان الشيطان ما بلمسش. مش ربنا بقول اذا مسهم طائف. يعني اي مسهم دي. يعني من بره على بقى اثنين متر على بقى اثنين متر. الشيطان ما ما يقدرش المسك اصلا. لانه ليس مادة. الشيطان زي النفس كده. هو هو والنفس اخوات. يعني يقدروا يفهموا بعض. فهو لما بيمسها يعني بيقرب من مجالك اللي على بقى اثنين متر حواليك. فلما انا بقعد في قهوة فيها رجال اعمال كل افكارهم اقتصادية. نفسي بتبدأ تلقط من الافكار اللي على هوا. فجات لأفكار. جات من اين? وعلى فكرة اغلب المؤلفين والروائيين بيقلفوا رواياتهم على القهوة. ليه? لانه هو بوعد على القهوة كل الناس اللي عندها مشاكل. كل الناس اللي عندها نجاحات. كل الناس اللي معلوماتهم منتشر على هوا القهوة. فهو بلقطها. بلقطها. انت لما تلقط فكرة او تجيلك فكرة ما تفكرش انها نبعت من الداخل. هي نفسك لقطتها في المجال ويا بتلف. الشيطان بقى لما بيقعد يلف حواليك وما يلاقيش ويلاقيك سايب نفسك. ما انت الحماية يا جماعة بتبدأ من على بعد عشرة متر قدام. الحماية ليه مش ان انا احمي جسمي. الحماية من على بعد عشرة متر. ازاي بقى عامل مجال حماية لنفسي من اختراق المس ليه? المس ده اللي هو افكار الخبيثة ونعم. فبنقول الحماية للنفس بتبقى على على بعد عشرة متر او او عشرين متر او 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 بقول لك على حاجة. مش انت ممكن تجي تسلم على واحد. خلاص سلمت عليه عن انت بينك وبينه كم كم سنتي او كم متر. متر مثلا او نص متر. بعد ما مشيت من عنده انت سلمت عليه بس. حاسس انك مبسوط او او او. ليه? انت دخلت جوا مجال نفسه. فنفسك لقطت منه البركة. مع انك ما تعرفش ولا قلك حاجة ولا ادك حاجة ولا ايتها اي حاجة. هو بس انت دخلت في المجال الكهروماناطيس بتاع نفسه. فلا قط منه الهدوء ولا قط منه الحكمة ولا قط منه الموجات البطيئة الهدية. فروح تي ماشي حاسس من غير ما تعرف ده ايه? لان هو برا. هو الشخص ده برا انت كلكوا عدم برا الوقت. ربنا بيقول بقى ايه? ولا نكلف نفسا الا ايه? وسعها دي ناكرة ولا معرفة? معرفة بمين? بالنفس وسعها. ربنا بيقول ان كل نفس لها ايه? واسع. حلو قوي. كل نفس لها واسع. يعني في واحد عشرة سنط من جسمه. ده روحه في مناخيره. اللي هو عشرة سنط من جسمه ده مخنوق. لان نفسه دخلت خلاص بتتخنق بشكل دبان ويشه زي ما احنا بنقول. في واحد نفسه على بعد ثلاثة اربعة متر. فكل حاجة بيعد عليها بياخد منها طاقتها وبياخد منها ايجابياتها فسعيد. على فكرة انت ممكن تبقى قاعد في تاكس وراكب جنبك تلاتة وانتو الاربعة من الزخنقين ونفسك على نفسك جايب اخر التاكس من ورا. نفسك انت مفكر ان لما بعد جنبك تلاتة من الزخنقين انت كده نفسك دخلت جوه. انت مفكر ان نفسك اصلا بت نفسك بتنفذ. انت لما بتبقى نايم. انت بتبقى نايم جوه قوضة صح? مقفول عليك الباب والشباك. وفوقك سقف. نفسك بتجي تطلع ما تعرفش. بتنفذ من اي حاجة. النفس المجال اللي احنا بتكلم فيه ده اللي هو حوالين من بين الايدي ومن خلفي. بينفذ من اي حاجة. لان ما فيش اي مادة تقدر توقفه. ما فيش حد يقدر يحبس نفسه. حد يقدر نفسه هتموت. عارف بقى بتحصل الحبس النفس دي في ايه? ساعة الموت. ساعة الموت المؤمن نفسه هتتخلى عن الجسم وتقوم طلعه. هتسيب المنابع بتاعتها كده وتقوم طلعه. لا يجي بقى واحد مش عايز يطلع. عارف ان نهايته سودة. ركز بقى. النفس لما بتحس بالخطر بتقوم داخله في منابعه. يعني مثلا انا واقف في الشباك وامطلع نص جسمي. فلقيت مثلا مطر شديد او او عربية معدية جنب الشباك. فرحت انا ايه? راجع لورا. اذا لما انا حسيت بالخوف بدلا ما انا كنت طالع برا الشباك. ايه اللي حصل? روح تداخل في المنبع بتاعي. النفس احنا قلنا فين? منتشرة برا. اول ما النفس بتحس بالخوف بتقوم تقوم داخله جوه. فبحصل لك فزع. عارف انت مسلا لما كون انت واقف نفسك حواليك ايه? فجأة واحد راح خبط لك كده وانت بشوخ بالبالة. بتقوم انت تعمل ايه? ايه دي? دي جعزة. يعني ايه جعزة? يعني نفسك ما كنت متوقعة دخول حد المجالها. فخافت فهربت فرحت هربانة فين? جوه. فالاول ما نفسك راح تداخل في منابعها رحت انت خلعت او فزعت او وهكذا. المشركين بقى والكفار لما بيجوا يموتهم. خط الدفاع الاول والاخير ليه هم? جسمهم. فبيقوم نفسهم تخش جوه. هو المفوض النفس برا. بس هو مش عايز يطلع. الملايكة هتقوم شدة نفسهم واخدها وطلع. لا. هو يقوم داخل في مين? يخش في جسمه. فتلاقيه بيتشنج وتلاقيه بارتعش وتلاقيه بيزرق. وتبدأ الملايكة تضرب اماكن او اقطاب النفس جوه الجسم. يضربون وجوههم وادبارهم. اسفل العمود الفقري والوجه. المناطق دي احنا قلنا النفس برا. اول ما النفس بتحس بالخطر بتقوم داخلها تقبع في الاماكن دي. يقوم الملايكة يفضلوا يضربوا الاماكن دي عشان يخرجوا النفس منها. اذا النفس برا. وطول ما انت مخليها برا طول ما انت سعيد. طول ما انت بتزنقها وبتديقها وبتدخلها جوه طول ما انت هيبقى عندك الفزع والخوف والقلق والتقاء وهكذا وهكذا. بس بقى في حاجة لازم اقولها. شايفينوا الصورة دي اللي تحت على الشمال. دي صورة مين? الهالة او القورة اللي بدرسها في الطاقة. لا دي مش بتاعتنا دي. دي مش مجالنا. الهالة اللي بدرسها في علم الطاقة او اللي بتوع الطاقة بيدرسوها. ده مجال مجال للخلايا بتاعت الجسم. يعني لو جبنا كلب مثلا او حمار كائن حيه هنلاقي حوالي ايه? هالة برضو. لان ده مجال مين? مجال حيوي للخلايا. ويقدروا يشوفوه بمين? بالأجزة بتاعتهم. انما النفس لأ. النفس اصعب وادق واخف من انها تتشاف باي حاجة. لا يمكن تتشاف اصلا. ولا تتنظر. مسك. وعلى بعد ثلاثة متر منك. ومنتشرة بشكل افقي مش رأسي. يعني الهالة اللي هما بيعملوها بتبقى كده. صح? كده. النفس مش كده. النفس ايه? افقية حواليا كده. بتدور حواليا كده. مش بتدور بالشكل ده. بس صحيح. شوف الصورة. شوف الفرق بين الصورة دي والصورة دي. دي بتدور بشكل افقي. اللي هي من بين ايديهم ايه? ومن خلفهم وعن ايمانهم وعن شمائلهم. افقية حواليا كده. اما الهالة بتاعتهم اللي بيدرسوها في الطاقة بياخدوها كده. اللي هما بيدرسوها دي ليست النفس. وانما مجال حية وللخلايا. زيه زي اي مجال حية وللأي خلايا حية. ده مش النفس اللي احنا مدرسة. هم يدرسة حاجة اصعب كمان. طيب. معلومة مهمة مهمة مهمة. انت قلتين ان النفس موجودة في المنطقة دي وبتلفوا وراء ولما تكون عايزة تفزع بتخش جوه. انت متخيلين ان انتو بتدرسوا كلام انتو عايشينه بس ما كنتش تعافوه. انتو اخدين بالكو احنا ما اتكلم في ايه? ما اتكلم في ايه? انا بكلمك عنك. صح ولا لا? والحاجات دي انت عايش فيها اصلا. بس لا يمكن تلاقي علم بشر يقولك الكلام ده. انا جاب الكلام ده يا جماعة من من علم طاقة ولا من علم فيزياء. والله مش عافو يوصلوا ال الكلام ده. كلام ده كله من علم مين? من علم اللي خلق النفس. فاستحلت عافو الكلام ده بره. هو اكتب ربنا هو اللي يقولك الاسرار دي. طيب في معلومة مهمة. احنا قلنا ادى المجال بتاع ايه? بتاع النفس. والشيطان قال لقتي انه من بين ايديهم وخلفهم وعن ايمانهم وعن شمائلين. طيب. والشيطان لما بعد يليف حوالين نفسك بيبقى عايز يخش في مين? في مكان تغزية النفس ومنابع النفس اللي هو فين? الصدر. عشان كده اخر منتهى الشيطان انه ي يقبع فين? في صدرك الذي يوسوس في صدور الناس. طيب معلومة بقى مهمة اوي. ما هي المنطقة الوحيدة التي لا يجرؤ الشيطان على الاقتراب منها للنفس? او في النفس. المنطقة دي دي اقرب منطقة مني للسماء. صح? عكسها ايه? بطن قدمي. صح كده? علشان كده لما انت بتيك تتوضى ربنا قال لك ايه? اغسلوا حكتين. وجوهكم وايديكم الى المرافق. وامسحوا بحكتين. مين? رؤسكم وارجلكم. الاتنين دلو بيكون مع بعض. اعلى منطقة فيك ليه سقف رأسك. واسفل منطقة فيك ليه بطن قدم. خلينا نبقى في الفوق دي. منطقة. الحتة دي كده. المنطقة دي لا يجرؤ الشيطان على دخولها كده. انه يعد منها. هو بيلفه في المجال ده. الشيطان كمان ممكن يجي هنا. ممكن يجي في المنطقة دي. وهنا احد منابع النفس في الحتة دي كده. الشيطان يقدر يجي هنا. يقدر يلوز لي المعارف اللي انا بشوق. يقدر يعميني عن الرؤية. يقدر يخليني شايف حاجة غلط. يقدر يزيني لحاجة او يبطل حاجة في المنطقة دي. لكن هنا المنطقة دي لا يجرؤ الشيطان على انه يقرب من الحتة دي. المنطقة دي هي المنطقة الواصلة ما بين كل مخلوق او كل انسان وما بين الله سبحان وتعالى ولما بنزل الوحي المعلومات النور اللي لما بنزل بنزل في المنطقة دي كده. وعلى فكرة في هنا زي زي قنبوبة في هنا كده في المنطقة دي زي قنبوبة للنفس. يتضيقك في زي قنبوبة في الحتة دي كده والنفس بتلف حواليها بقى يعيني انت القنبوبة دي مسكك من رأسك لغاية العمود الفقري قنبوبة دي اللي ماسككا النفس بقى بتدور حوالي زي مغناطيس وطلع منه الفيت بتاعه. بس طبعا بشكل اضاق من المغناطيس طيب الشيطان قال ليه بقى لأتيانهم منين من بين ايديهم افقي ومن خلفهم افقي وعن ايمانهم افقي وعن شمائلهم افقي الرأسي ما يجرؤش المنطقة دي المتصلة بالسماء اعلى منطقة منطقة في الانسان متصلة بس لا يجرؤ الشيطان على دخوله ولما بينزل وحي ما بينزلش بالعين يا جماعة لما بيكون ربنا سبحانه وتعالى بيخطب يعني من الاخر ده الكنتكت مش بتاع حد الكنتكت ده بتاع الكنتكت ده او المنطقة دي لا يستطيع الا كائن ولا علم ولا معرفة ولا اي حد دخول حتى الملائك الملائكة شغل له معقباته من بين يديه ومن خلفه حتى الملائك انما المنطقة الوحيدة اللي ما فيش حد يقدر يخطبك من خلالها الا خلقك منطقة دي حد فيك وخد باله الاية اللي بتقول يصب من فوق رؤوسهم الحميم من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم ركز كده واحدة واحدة الفرق بين يصب فوق رؤوسهم ويصب من فوق رؤوسهم يصب فوق رؤوسهم كأنه جبت مية وصبتها هناك فها بتنزل حلو اما يصب من فوق رؤوسهم كأن راس امعي وفي حاجة بتتصب فها فبتنزل لي كده بتنزل لي جوه بقى جوه في السنتر بتاعي بقول لك ايه يصب من في الامع ده المنطقة لما شغلهاش المنطقة دي لازم تشغلها لازم كل واحد فيك وشغال منطقة دي لانه ما شغلهاش في الدنيا وما وصلهاش بالله سبحانه وتعالى في الدنيا في النار بقى يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطنهم اذا الحميم اللي هينزل من هنا هيوصل لهنا مش ها مش من هنا بس احنا نفكرين ان الحميم اللي هيصهر اللي في البطن هيبقى منين نازل من الفم لا فيه من الفم اه لكن فيه من اين من هنا اذا المنطقة دي متوصلة بكل الجسم ولما انت بتبدأ تنشأ ما هو انت عشان كده لما بنجد نتوضى لازم تمسح عليه تمسح لها ميا تمسح لها اي تراجم تمسح لها اي شحنة لان دي منطقة تتصالك بالعشان لما ما ينفعش تقف تصليه الا لما يكون اعلى حتة فيك واسفل حتة فيك اتمسحه بالميا طهرتون من اي شحنات لان دي المنطقتين دول منطقة تتصالك بالارض ومنطقة تتصالك بالسماء تبقى انت قابل او مؤهل انك تتلقى النور من الله سبحانه وتعالى اشتركوا في القناة